فعالون جايب على سؤال ليه بنبني مع بعض بروجيكت بسيط شبه المدونة ده ليه ما نبنيش حاجة معقدة زي مثلا إي كوميرس أو مثلا نبني حاجة شبه فيسبوك ليه ما نبنيش حاجة معقدة كده وبنبني مع بعض حاجة بسيطة والسبب علشان لو احنا بنينا مع بعض حاجة معقدة حيبقى تركيزك اكتر انت على البروجيكت مش على الاساسية يعني انت هتبقى مركز في البروجيكت اللي هو يلا بينا بقى نضيف كومنتات يلا بينا نضيف هاشتاج ونعمل سيرش وكل الحاجات المعقدة دي وحتهمل الاساسيات والهدف من الكورس هو انك تبقى فاهم اساسيات كويس لان فاهمك للاساسيات بعد كده بيمكنك انك تقدر تبلد حاجات معقدة فلو الاساسيات عندك مش قوية هتلاقي نفسك بعد كده بتعق في الحاجات اللي محتاجة ايه تعقيد اكتر دي نقطة طب نقطة تانية وانا افترض مثلا ان الفريمورك دي بعد فترة خلاص ما بقاش في حاجة اسمها لارافيل طب انت الوقت اللي انت ضيعته او الوقت اللي انت عملت له انفستمنت في انك تزاكر الكورس وتزاكر الكونسبت دي هل كده هيكون راح لا فعلشان كده احنا دايما بنركز مع بعض على الاساسيات علشان لو انت حبيت تزاكر فريمورك تانية او مع الوقت انت اشتغلت بفريمورك تانية فكل الوقت ده اللي احنا قضناه مع بعض ما يضيعش في الفاضي فعلشان كده احنا بنركز مع بعض على الاساسيات وانك تبقى يوزر كويس لاجزاء الفريمورك او للكمبوننس بتاعت الفريمورك علشان لو حبيت تزاكر فريمورك تانية متاخدش وقت كبير قوي في انك تبتدي من الصفر لا انت قريدي عندك بعض المفاهيم اللي ممكن تساعد في انك تزاكر فريمورك تانية فعلشان كده احنا بنبلد مع بعض حاجة بسيطة وانا نصيحتي دايما لما تيجي تتعلم اي فريمورك جديدة ابني حاجة بسيطة لأول بيها علشان تأخد ايدك وتأخد فكرك على المفاهيم بتاعت الفريمورك اللي انت شغال بيها فعلشان كده احنا ليه بنبلد مع بعض حاجة بسيطة زي المدونة نيجي للسؤال اللي بعد كده طب انا عندي بروجيكت شابه ده كده ابتدي منين هلا ابتدي مثلا من الداتا بيز ولا ابتدي من الفيوز ولا ابتدي من الكنترولرز يعني ابتدي اشتغل على البروجيكت ده ازاي والاجابة على السؤال ده مفيش طريقة صحيحة او مفيش طريقة هي الاصح اللي تبتدي تشتغل منها كل واحد يبتدي يشتغل من الجزء المريح ليه فاحنا اثناء التطبيق مع بعض انا حوريك انا بشتغل منين بالزبط فتعالا كده نروح الاول للكود بتاعنا انا عايز بس اعمل دليت للحاجات اللي احنا مش محتاجينها يعني انا مثلا حعمل دليت للراوط سدين مش محتاجها في حاجة وهعمل دليت كمان لتست كنترولر بالمنظر ده كده ونفس الكلام دي ملف البليت برضه هعمله دليت لاني مش محتاجه في حاجة ويبقى كده احنا رجعنا البروجيكت بتاعنا زي ما كان في الاول خالص وعايز اضيف ملحوظة بسيطة من اول دلوقتي لغاية نهاية الكورس كل الاكواد دي هتكون معاك بحيث انك تبص عليها هتلاقيها فين؟ هروح على gethub.com slash ame الفتاح slash kodzilla dash block هتلاقيها هنا وكل حاجة احنا هنشتغل عليها هتلاقيني ايه؟ لو دست على كلمة commit كده هتلاقي هنا يظهر لك history بالcommits اللي حصلت او يعني مثلا اليوم الفلاني الساعة الفلانية انا ضفت الفايل الفلاني الوقت الفلاني انا ضفت الفايل العلاني فتعال كده نرجع وتعالى ولياكم مثلا انا دلوقتي ايه؟ عايز اغير ملف الريدمي ده سريعا كده فهروح على الكود بتاعي هروح على ملف الريدمي وهشيل مثلا كل الكلام ده اهو بالمنظر ده كده وبعدين هكتب هنا مثلا kodzilla block وبعدين انا عملت شوية changes كده اهيه زي ما احنا شفناها مع بعض ورفعتها خلاص على جتهف لو عملنا refresh كده مع بعض هتلاقي هنا ايه؟ لو دست على commits هتلاقي هنا فيه commit commit يعني تغيير يعني تمام؟ ودي هنا ال commit التاني اللي اسمها modify readme لو دست كده عليها هتلاقييني اللي بالله احمر ده دي الحاجات اللي اتشالت واللي بالله اخدر ده دي الحاجات اللي اتضغط فانت بقى طول الكورس هتلاقي ايه؟ دايما ملفات البروجيت كلها والحاجات اللي اشتغلنا عليها مع بعض هتلاقيها على لينك الجيت هوب ده دعالوا بقى نرجع تاني احنا عايزين نعمليه دلوقتي انا عايز او انا كاحمد انا بحب ابتدي البروجيت بتاعي من الفيوز يعني انا بحب اخلص ال HTML وال CSS وكل الدنيا دي كده واشوف الفيو عندي شغال زي الفل فانا بحب اول حاجة اعملها ان انا اقسم تفكيري لمجموعة من الخطوات فانا اول خطوة غالبا انا محتاج ان انا يبقى عندي راود جديد علشان اليوزر يقدر يكتب اليوريل يبقى اول خطوة define a new route so the user can access it through براوزر طيب الخطوة التانية هيبقى اكيد انا محتاج controller يبقى انا محتاج define controller بالمنظر ده الcontroller ده هيبقى وظيفته انه هو يعرض لي الفيو بتاع البستات دي يبقى define controller that renders a view طيب اللي بعد كده هيبقى ان انا define view نفسه define view that contains list of posts واخيرا ودي اخر خطوة ان انا حشيل لو فيه مثلا static data شبه دي انا مش عايز static data تبقى بالمنظر ده انا عايز ال data دي تكون جاية من الcontroller يبقى الخطوة الرابعة بالنسبة لي هي remove any static html data from the view يبقى انا كده ايه لخصت تفكيري انا ما روحتش كتبت الكود مرة واحدة انا فكرت الاول وبعد كده كتبت الخطوات اللي همشي عليها واعود نفسك على كده انك دايما تفكر الاول وتشوف ايه الخطوات اللي هتمشي عليها واكتبها كده على جامل ولما ييجي وقت التطبيق بنطبق واحدة واحدة ما برش اكتب الكود مرة واحدة في الله بينا نبتدي بخطوة رقم واحد ان انا ادفاين روت يبقى دي كده روت جيت بعد كده وليكن مثلا اسمه سلاش تست وبعدين ندفاين كولباك فانكشن مع بعض ونقول ريتيرن وي ار ان تست وبعدين سيمي كولون نروح على البراوزر نعمل رفريش جميل جدا يبقى دي كده ايه عندنا فعلا روت طيب هل احنا هنشتغل بكول باك فانكشن لا احنا دلوقتي عايزين بقى ايه ندفاين كنترولر يبقى يلا بينا نروح على الترمنال بتاعتنا بالمنظر ده كده وبعدين ندفاين كنترولر جديد هنعملها ازاي بقى بيتشي بي ارتزان مي كنترولر وليكن مثلا اسمه تست كنترولر واتفقنا ان اول حرف من كل كلمة بيكون ودوس ادي تست كنترولر اتكاريت هروح اجري كده على الكنترولر هلاقي يبقى عندي هنا تست كنترولر طيب ايه تاني طالما عملنا ديفاين لكنترولر يبقى احنا محتاجين ايه اكشن جوه كنترولر يبقى هندفاين تست اكشن بعدين نقوم ريتير وي ار تست اكشن بالمنظر ده كده وبعدين حاجي كده على الويب هشيل بقى الكولباك فانكشن مش هنشتغل بيها خلاص وحنكتب هنا ادي تست كنترولر بالمنظر ده وبعدين تست اكشن بالمنظر ده كده طبعا هنا علشان اشغال بال IDE فهو اوتوماتيك لعمل امبورت للكلام ده انت هتبقى طبعا محتاج انك تعمل ايه محتاج تعمل يوز بالمنظر ده كده علشان تقدر تنادي على الاكشن اللي جوه الكونترولر اللي اسمه تست كنترولر ودي احنا شرحناها مع بعض قبل كده تعال بقى نعمل رفريش ونشوف ايه اللي حيحصل هروح كده على البروزر رفريش وي يبقى جميل جدا يبقى دي الخطوة الاولى تمام وهذه الخطوة التانية تمام بعدين بقى محتاجين بقى ندفين view انا محتاج view هو اللي حيبقى فيه of post طب حاملها ازاي حاجري على resources views وتعال ندفين new file بالمنظر ده كده هسمي وليكم مثلا test blade dot vhp ودوس enter بعدين حكتب هنا مثلا we are in test dot blade dot vhp يبقى دي كده ملف view وبعدين هروح على controller مش عايز بقى ي return string لا احنا عايزين controller ي return l view يبقى هروح جاي كده اقول return view واسم view اعمل refresh الاقي نفس we are in test dot blade dot vhp يبقى احنا لو رجعنا يبقى دي كده كمان الخطوة الثالثة يبقى احنا كده ضبطنا ثلاث خطوات نموف بقى ال next step وهي بقى html بتاعنا محتاجين ان احنا نضبط احنا عايزين الشكل بتاعنا يبقى عامل زي كده بالزبط المنظر ده كده يبقى ساعتها احنا محتاجين bootstrap حجري على bootstrap بالمنظر ده واروح على docs وبعدين اعمل copy لاجزاء html دي الاول علشان اتأكد ان bootstrap شغال عندي وكمان اتفقنا ان ناخد مثلا الexample بتاع البوتون ده ونشوف الدنيا هتشتغل عندنا ولا لا هاي دي كده الexample بتاع البوتون هعمل paste بعدين ارجع هنا اعمل refresh الاقي بالمنظر ده كده وحكتب مكانه unpackage com fresh الدنيا تشتغل معي زي الفل يبقى كده bootstrap شغال تمام هشيل برضو ايه الhtml ده انا مش محتاجه في حاجة وتعال بقى نمسك جزء جزء من الصفحة دي ونشوف ايه elements اللي ممكن تنفعل اول جزء معنا وهو navbar او شبه الصفحة اللي احنا عايزين نوصل لها دي فانا دقيت هنا navbar هدوس عليه click وانزل تحت هلاقي ان ده اقرب navbar لنا هاخد الكود بتاعه copy اروح على html بالمنظر ده واعمل paste بالمنظر ده كده دعال كده نعمل refresh refresh تمام زي full بس احنا بقى مش محتاجين كل elements cd فانا هروح جاي ابتدي اعدل سريعا على elements cd جميل جدا يبقى كده احنا عدلنا على navgation board اللي خدناه copy paste وبقى نفس المنظر بتاع الصفحة دي اللي بعده وبعد كده احنا محتاجين button بالمنظر ده كده يبقى في نص الصفحة فهنعملها ازاي هروح اجري على buttons بالمنظر ده كده وبعدين البطن اللي احنا محتاجين هو اللي اسمه success فانا هاخد البطن ده كده هدين هرجع تاني للhtml سريعا هنا ادي كده navbar خلاص مش محتاجين في حاجة هدف و ادي كده البطن حاجي كده البطن ده وهحط جوا div والdv هديها class text center وبعدين اعمل refresh هتلاقي هنا البطن جاء في النص طبعا الclasses دي انا عرفتها منين عرفتها طبعا من documentation يعني انا بابتدي search كده انا عايز اعملي اعايز مثلا اجيب البطن في center يبس اجيب بطن في center طب لو الكلام ده كمان ان يبقى في زي مسافة كده اسمها margin فانا اروح اجي رايح على dvd واكتب مثلا class margin top 5 اعمل refresh الاقي البطن قد ينزل تحت زائد كمان اسم البطن مش create post اسم البطن مش success اسم البطن create post فانا اجري كده واكتب هنا create post بالمنظر ده كده fresh ادني اتشتغل معي زي full ايه بقى اللي فاضل اللي فاضل هو table ده بشوية data دي برضو احراجي نفس الفكرة بالزبط اروح على bootstrap وبعدين اسرش على tables اللي موجودة عندهم حلاقيها هنا اهي واشوف بقى انه اقرب table وليكن مثلا table ده فانا هاخده copy بالمنظر ده وبعدين اروح اعمله بيست فحنزل كده بيست اعمل refresh واشوف ايه اللي هيحصل refresh هادي كده table بتاع قريب جدا من table ده فاضل بقى ان انا اعدل بس اسامي columns واسامي ال data اللي جوه دي سريعا كده فانا الكلام ده انا قريضي علشان مجهزه فانا يدوبك هاخده copy بيست وحنلاقي table ده اتعدل طبعا انت هتضطر انك جوه ال html اتعدل على element by element ولو عملنا refresh هنلاقي هنا هدي table بقى اتعدل وهادي الصفحتين بقم شبه بعض جدا معدل button هو نازل شوية فممكن نعدل على بدل margin top 5 نخلي margin top 4 ونعمل refresh ثاني نلاقي هنا يعتبر الصفحتين حرفيا identical لبعض يبقى احنا كده زبطنا ال html بتاعنا بالمنظر ده كده طيب الخطوة اللي بعد كده احنا كده يعتبر خلصنا الثلاث خطوات الاولى اللي احنا شفناها مع بعض الخطوة الرابعة وهي عايزين نرموف اي static html دات يعني ايه لو رحنا على test هتلاقي ال data دي كده static المنظر ده كده اهو static بعدين table رو تاني برضو ايه static انا بقى عايز اشيل الكلام ده واخلي الكلام ده محطوط في variable والvariable ده ببظي للview عن طريق الايه ال action ده هنعملها ازاي حاجة كده بقول all postes بتساوي الر بالمنظر ده كده ودي عبارة عن الر بعدين فيه محتاجين ايه تاني محتاجين post title محتاجين title و post by created at هكتب هنا title وليا كم مثلا php بعدين post by وليا كم مثلا احمد واخيرا created at وده هيبقى عبارة عن تاريخ هنكتبه بالمنظر ده كده طبعا انا حاملة الر دي باكتر من row لان في الاخر هي array of arrays لان array الواحدة دي هي بتعبر عن row في ال table ده فانا هعمل كمان كم واحد كده علشان اتستبيه وبكده احنا بقى عندنا array of arrays كل array من دول هي عبارة عن row في ال table بتاع لو عملت refresh هتلاقي هنا ايه الدنيا لسه ثبتة زي ما هي انا بقى محتاج ابوضي ال variable ده لل view هعملها ازاي هروح اجاي عامل كده كوما postes اروا all all postes نعمل refresh لسه بردو الدنيا ثبتة طيب نرجع تاني بقى التست dot blade dot php هتلاقي هنا احنا محتاجين ايه احنا محتاجين نprint الاول البوست اللي هي دي تعالى كده نحط البليد جنبنا على جنب ونبتدي نسأل سؤال هوا انا مفروض حاجة هنا استعمل all postes ولا هستعمل postes وقف الفيديو كده وفكر وقل لي ايه الاجابة وعلشان نجاب على السؤال ده احنا زي ما اتفقنا الكيه هنا اسمه ايه postes يبقى ايزا لازم يكون في view هستخدم dollar sign postes مش dollar sign all postes يبقى انا هشيل الكلام ده من هنا تعال كده بقى نستعمل directive جديد اسمه at d d بالمنظر ده كده ونعمل هنا ايه نقفل الكوز ده طب ايه فكرة at d d d اختصار لضاي ضم فلما انت بتقول at d dollar sign postes يعني اتبع لي اللي جوه dollar sign postes ووقف الexecution يعني مش هتعرض بقية التابل تعال نشوف كده الكلام ده هيحصل ازاي refresh بص كده ايه اللي حصل ما عرضش بقية التابل هو اللي حصل انه عرض كل ده بس جاء عند السطر ده اعمل print لمحتويات postes ووقف الexecution فعلشان كده بقية التابل ما تعرضش طب انا ليه بيعمل حاجة زي دي علشان انا عايز اتأكد ان dollar sign postes فعلا اتباس للview بشكل صحيح وفيها الvalues بتاعتنا فهي كده فعلا array off arrays تمام يبقى كده خلاص يبقى dollar sign postes حصل لها pause بشكل مظبوط هشيل بقى ldd directive ده وعايز بقى ابتدي اعمل loop طب هعمل اللوب دي ازاي حاجة هنا اعمل refresh انا مش محتاج الro ده لان ده ده email وحشيل الكلام ده خلاص اعمل refresh بقى عندي ايه row واحد وهو ده اللي حيتكرر معايا يبقى ده معناها ان انا محتاج for each loop علشان الف او اتريت على البوستس وابتدي اعرض كل row من الro دي اعملها ازاي هروح جاي هنا add for each بالمنظر ده وطبعا بتتقفل end for each وبعدين اخذ table row اضيفه هنا جوه for each post as dollar sign post وعمل refresh الاقي هنا كام اتكرر كم مرة 1 2 3 4 ادي 1 2 3 4 مظبوط طيب فضل ايه بقى فضل ان انا بقى عايز اشيل الكيام الاستاتيك دي عاملها ازاي هشيل الواحد وبعدين مستاج template انا refresh ظهر ال id طيب انا عرفت منين post of id هروح جاي اعمل كده add dd dollar sign post واشوف ايه محتويات dollar sign post لو عملنا refresh هتلاقي محتويات ايه عبارة عن array فعلشان اقدر اكسس element من ال array بقول dollar sign post of id يبقى ساعته هيجيبلي واحد dollar sign post of title هيجيبلي php dollar sign post of posted by هيجيبلي احمد وهكذا يبقى احنا هنعمل نفس الفكرة ايه في بقية ltd elements هنا بقى احنا عايزين dollar sign post of title نعمل refresh هدي كده هتحط فضل لي posted by هعمل كده post of posted underscore by refresh لليها اشتغلت اخيرا هنعمل dollar sign post of created as refresh يبقى دي كده data بتاعتنا بقى dynamic يبقى احنا كده كل اللي عملنا ايه ان احنا فعلا ماشينا على الاربع خطوات اول حاجة نظمنا تفكيرنا وبعد كده عملنا controller 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 ده في action الaction ده return view واتفقنا في view احنا كتبنا data بادينا وبظناها view عن طريق parameter اللي اسمه postes وجينا جوا view وعملنا ايه for each dollar sign postes as post وعرضنا في الاخر الكيم بتاعت id والtitle والposted by created ad من dollar sign post موسيقى 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 موسيقى